بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أبناء طلاب الصف التاسع أهلا ومرحبا بكم مع مجال الحديث الشريف وحديثنا اليوم بعنوان عاقبة من يعتدي على غيره الجزء الأول وفي البداية عزيز الطالب نتعرف على أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يقرأ نص الحديث الشريف ثانيا يعرف براوي الحديث الشريف ثالثا يذكر معاني المفردات والتراتي ونبدأ درسنا بالسؤال الآتي بما تنصح زميلا لك في الصف يعتدي على زميل آخر بالشتم والدرب فكر عزيز الطالب ما النصيحة التي تقدمها لهذا الزميل رائع وبارك الله فيك تنصحه بالتوبة إلى الله تعالى والاعتذار إلى زميله حتى لا يكون مفلسا من الحسنات يوم القيامة ونبدأ بالهدف الأول وهو قراءة نص الحديث الشريف قراءة سليمة وهذا نص الحديث الشريف ونبدأ بالقراءة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم أعيد وأكرر قراءة الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم ويمكنك عزيز الطالب أن تستمع إلى نص الحديث الشريف باستخدام الكيو أركود الموجود على يسار الصفحة ولا تنسى عزيز الطالب حفظ هذا الحديث الشريف والآن عزيز الطالب للتأكد من حفظك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الفيديو قليلا لتجيب عن السؤال الأول في الصفحة السادسة عشر بعد المئة والذي يقول أكتب الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم طرح في النار هيا يا بطل استرجع حفظك لهذا الحديث الشريف رائع وبارك الله فيك نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاه ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم وننتقل للهدف الثاني وهو التعريف براوي الحديث الشريف لا شك عزيز الطالب أن معرفتك بسيرة الصحابة رضوان الله عليهم دليل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وراوي هذا الحديث الذي معنا قد درست عنه في المرحلة الابتدائية فتعالى بنا نسترجع هذه المعلومات ونتعرف على اسم راوي هذا الحديث ما اسمه ونسبه ما اسم راوي هذا الحديث عزيز الطالب رائع وبارك الله فيه إنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني إنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني فهو من قبيل الدوس بدولة اليمن فما كنيته ومن كناه بذلك وما السبب في هذه الكنية كنيته هي بارة الله فيه أبو هريرة كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يضع هرة في كمه فماذا تعرف عن إسلامه وهجرته بارك الله فيك عزيز الطالب متى أسلم وأين أسلم وعلى يد من أسلم وإلى أين هاجر كل هذه المعلومات هي بارك الله فيه أسلم في اليمن على يد الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه وهاجر إلى المدينة المنورة عام خيبر سنة سبع للهجرة فماذا تعرف عن فضل ومكانة هذا الصحابي الجليل في الإسلام عزيز الطالب بارك الله فيه ما فضله ومكانته رائع كان هذا الصحابي الجليل بارا بأمه يحسن معاملتها فروي أنه لازم أمه بسبب أنها كانت مريضة ولم يخرج لأداء فريضة الحج حتى توفيت وعاش هذا الصحابي الجليل في المدينة المنورة وكان أميرا عليها زمن الخليفة معاوية رضي الله عنه ومات فيها واستعمله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين فترة من الزمن فماذا تعرف عن روايته للحديث بارك الله فيه ما مكانته في رواية الحديث وما السبب في هذه المكانة رائع كان هذا الصحابي الجليل من أكثر الصحابة حفظا وفهما للحديث الشريف وذلك لسببين أولهما بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وثانيهما ملازمته التامة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم حيث أنه روى أكثر من خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعين وسبعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على حرصه على طلب العلم وحبه للعلم أيضا فمتى توفي هذا الصحابي الجليل بارك الله فيك عزيز الطالب متى توفي وأين دفن رائع توفي عام تسعة وخمسين للهجرة ودفن بالبطيع والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو قليلا لتتأكد من تعرفك على راوي الحديث من خلال الإجابة عن السؤالين الآتيين السؤال الأول من خلال دراستك لحياة الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه اكتب موقفا يدل على بره بوالدته ما هذا الموقف عزيز الطالب رائع وبارك الله فيك لازم أمه بسبب مرضها ولم يخرج للحج حتى توفيت ومع السؤال الثاني لماذا يعد أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة حفظا للحديث الشريف ما السبب عزيز الطالب بارك الله فيك كان هذا الصحابي الجليل من أكثر الصحابة حفظا للحديث الشريف وذلك لسببين بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وملازمته التامة للنبي صلى الله عليه وسلم والآن ننتقل للهدف الثالث وهو ذكر معاني المفردات والتراكيب وفي هذا الهدف نتعرف على معاني المفردات والتراكيب ولا شك عزيز الطالب أن فهمك لمعاني المفردات والتراكيب يساعدك على حفظ الحديث الشريف ونبدأ بطراءة نص الحديث ثم نتعرف على المفردات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقد ذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ونبدأ بالمفردات فما معنى متاع؟ بارك الله فيك عزيزي الطالب رائع المتاع هو ما ينتفع به فما معنى قذف؟ قذف بمعنى رائع يعني اتهم غيره بالفاحشة فما المقصود بسفك دم هذا؟ أحسن معناه أرى قدمه بغير حق فما معنى فنيت؟ رائع فنيت بمعنى انتهت فما المقصود بخطاياهم؟ رائع خطاياهم بمعنى سيئاتهم فما المقصود بطرحت عليه؟ طرحت عليه بمعنى رائع وضعت على المعتدي وللتأكيد على معاني المفردات عزيزي الطالب أوقف الفيديو قليلا لتجيب عن السؤال الثاني في الصفحة السادسة عشر بعد المية والذي يقول وضع معاني المفردات والتراكيب الآتية سفك دم هذا؟ فنيت خطاياهم؟ فطرحت عليه سفك دم هذا بمعنى؟ رائع أرى قدمه بغير حق فنيت بمعنى؟ انتهت خطاياهم تعني سيئاتهم فطرحت عليه بمعنى رائع أي وضعت على المعتدي والآن جاء دورك عزيزي الطالب في الغلق الختامي لهذا الجزء الأول من الحديث فعليك عزيزي الطالب أن تجيب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول أكمل كتابة الحديث الشريف بشكل صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا ذرهم له ولا متاع فقال فعليك عزيزي الطالب أن تسترجع حفظك لهذا الحديث لتجيب عن هذا السؤال أما السؤال الثاني هو لماذا يعد أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة حفظا للحديث الشريف؟ السؤال الثالث اذكر معنى كل من متاع قذف سفك دم هذا فنيت خطاياهم فكر عزيزي الطالب وأجب عن هذه الأسئلة لتتأكد من فهمك لما شرحناه في الجزء الأول أعزي الطالب شكرا لإصغائكم ومتابعتكم ولا تنسوا متابعة الجزء الثاني من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر